سعد الله صباحكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من ضيف المورنينك تمشيا مع الحدث وهكذا عودكم هذا البرنامج نحن على مشارف حج 2023 لينتمنا وإن شاء الله لكل حجاجنا الميام إن شاء الله يروحوا ويدعي ويدعيوا البلاد هذه إن شاء الله بالخير والبركة أكيد مشيروحوا هؤلاء الحجاج ويدوا المناسك ديالهم في أرياحية وفيما يرضي الله كي الناس عملت قبل وحضرت الأرضية وحضرت كل شيء على مدى أشهر إن لم نقل خلال هذه السنة الأخيرة من أجل إعادة أو من أجل تهيئة الوضع هناك في السعودية وفي المدينة المنورة وفي مكة المكرمة أسعد اليوم باستضافة رجل الأول عن قطاع الحج سيدة أمت سليماني مدير العام بديوان الحج والعمرة صباح الخير وشكرا على قبول دعوتنا رغم الالتزامات ديالك ورغم أنك دخل على ثلاثة باش نقول للمشاهدين دخل حوالي ثلاثة أصباح خارج اليوم جاي لعندي أربي معك إن شاء الله هو إياكم أخي العزيز ذات نحن نتمنى الخواطر اليوم في ريال بجابة دوكتر الرجيم أنا وإياك من شعر في درانة معهم ولم نشمعهم إن شاء الله الخير والبركة عليكم علينا إن شاء الله إن شاء الله صباح الخير لكل المشاهدين الكرام والشكر وموصول لكم أخي بلال وإلى الفريق الذي يعمل معك وإلى الطاقم الإداري لهذا المجمع وعلى رأسه سيد المدير العام سيد رشيد فضيل السيد رشيد فضيل تحية لكل المشاهدين وشكرا على أي تحت لنا هذه الفرصة للتواصل مع المواطنين بصفة عامة وعلى حجازنا الميامين الذين نسأل الله كما تفضلت أن يوسر لهم أداء هذا النسك والقبول والعودة إلى أرض الوطن إن شاء الله آمنين نقدر نحترم اللغة العربية الفصحة وهي لغات وكلما تحمل هذه اللغة من معاني وجمال ورونقة ولكن أنا بودي نتكلموا مع الحجاج لأنه نتكلموا باللغة اللي يفهموها هما حتى نحاولوا نوصل لهم الفكرة أكتر وأكتر أبدأ معك سيد أحمد سليماني لما دار أشهر حاولنا نتصل بي كلما نتصل يقول لنا راهو مشا إلى السعودية مشا إلى السعودية مشا إلى السعودية أكيد خلال هذا المصار حضرت أرضية نبدأ كنا بالنقطة المفقودة في كثير من الإدارات الجزائرية وهي النقاط المتعلقة بالرقمنة وهذا ما أدى كثير من القطاعات إلى عدم تماشي وفق سياسة أو وفق تسير أو سياسة لجبيع رئيس الجمهورية مشيت في قطاع الرقمنة من خلال حجل في 2023 إذا قيمت أنت كابن القطاع وكإطار دولة كيف تشوف رقمنا في قطاع الحج لـ 2023 شكرا بارك الله فيك حقيقة هذا النهج انتهجه الديوان الوطني الحج العمراء التزاما بتوجهات السلطات وتوجهات الحكومة في إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين ولعل خدمة الحجاج من أهم الخدمات التي يصهر عليها الديوان الوطني الحج العمراء في مهامه وفي خدمة في أدائه لمهامه الخدمة العمومية لخدمة هذه الشريحة الهامة في المجتمع شريحة تتوجه بقلوب تهفو إلى زيارة البقاء المقدسة كل التسهيلات وكل الاهتمام توليه الدولة لهذه الفئة وبالتالي يصهر الديوان الوطني الحج العمراء بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية معه في تنظيم عمية الحج إلى نهج هذا النهج التعرق بنا وتعزيزه لأن أصلا الحقيقة هو تكيف مع توجه المملكة العربية السعودية في هذا المسار الذي يطلق عليه بالمسار الإلكتروني لعملية الحج الذي أصبح هو الذي تتم فيه كل العمليات المتعلقة بالحج من إدخال بيانات الحجاج من تأشيرة من تعاقدات من تفعيل لكل الخدمات التي صاهرت البعثات على تحقيقها لحجاجها ومنها البعثة الجزائرية كما تفضلت وقد سألتني أن كل ما نسأل عنك نجدك في مكان من الأمكنة خاصة في البقاء ولكن هذا كله تحت إشراف وتوجيه من الحكومة التي الحقيقة كرس السيد الوزير الأول السنة هذه مجلسين وزاريين لهذه العملية التي كنا نعقدهم في خلال السنة لكن احتمال السنة هذه هذا المجلسين سيتبعهم ثلاث بعد الموسم لتقييم هذا الموسم وبالتالي هذا الاهتمام وهذا الذي يعني الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وتنتهي جهو كل القطاعات المعنية في هذه العملية كما تفضلت لعلها هي العملية التي تربح الوقت بها وتختصر الجهود من أجل إيصال المعلومات من أجل تنفيذ كثير من العمليات وهذا ما عاكف عليه الدولة المطنية حجو الأمراء عبر البوابة الإلكترونية الحج التي أصبحت هي الفضاء الذي يعرفه كل الجزائريين بالنسبة لعملية الحج من مختلف العمليات التي تربطنا معها مختلف القطاعات الصحة والبونك والداخلية كل هذا نعمل في إطار هذه البوابة في إطار عمل رقمي في إطار عمل تيكنولوجي ثم كذلك الحجات لهم كثير من العمليات التي أغنتهم وعفتهم من التنقلات ومن كثير من الجهد للقيام ببعض العمليات ولعل أهمها حجز تذكرة الطيران يقدر الحاج يحجز التذكرة من بيته حجز السكن كذلك بالنسبة لمكة المكرمة يستطيع أن يدخل في هذه البوابة ويحجز وهذه حقيقة وصلنا إلى تقريب عملية الحج على غير عملية العمراء يعني تقريب 100% هي عملية رقمية عبر البوابة الجزائرية للحج العمراء وهذا جهد سنعمل كذلك على تعزيزه على مدار هذه السنوات اللي جاية لأن هذا لا مناطة لأي مؤسسة ولأي توجه لمزيد من الرقي والتقدم من انتهاج هذا النهج الذي انتهجته الدول المتقدمة نعم سيد احمد السليماني نعرفه على مدار سنوات أنه كانت هناك بعض العراقيل وبعض الصعوبات خلال موسم الحج وشفنا حتى بعض الحوادث اللي أنا ذاك أتذكر أنه كانت بين قوسين كنا حتى نقولها لها فضيح خلال سنوات مضى تتحدث الآن وشنه هي الصعوبات أو وشنه هي العوامل اللي قدرته من خلالها على الأقل تزيحوا هذه الصعوبات خلال موسم حج الفين 23 بالحقيقة الصعوبات في الحج يبقى الحج فيه الصعوبات لأن الحج أصلا فيه المشقة لكن تختلف المشقة على الخدمات التي عملت الدولة على توفيرها للحجاج وتعمل البعثة الوطنية لمختلف القطعات التي تشارك فيها على تسهيل أداء الحجاج لمناسكين عبر تسهيل هذه الخدمات التي وفرتها الدولة للحجاج لكن يجب التوضيح هنا في هذا المجال أنه تنفيذ عملية الحج في البقاء المقدسة وفق اشتراطات البلد المستضيف فالتوافق بين البعثة الجزائرية وباقي البعثة مع منظومة الحج السعودية هي أنك تستجيب الاشتراطات التي تضعها هذا البلد ثم هذه العملية تشهد بعض الصعوبات في الواقع لكن هذه الصعوبات يمكن تذليلها يمكن الاجتهاد فيها وهذا ما عملت عليه البيعثة الجزائرية والحقيقة الجهات والسلطات السعودية كلها شهدت إلى هذا التطور الكبير الذي عرفته الجزائر من خلال تكفل بالحجاج دحا من مراتب تقدمت أصبحت في المراتب الثلاثة الأربعة الأولى في هذا الجانب وهذا بشهادة سلطات السعودية ولعل نقطة هذه نركز علي هل نحن في المراتب الأولى من خلال تنظيم الحج؟ نعم من خلال تنظيم الحج ولعل المسلم الاستثناء العمل فات كنا سباقين لكثير من العمليات هما اللي رسلونا قالونا أول دولة أول دولة أول دولة قمت بهذه الإجراءات خاصة التحذيرات للعملية التي كانت في وقت ديق وكذلك السنة هذه ولعل كما قلت أنت كمدير عام نظهر ولكن من ورأي فريق يعمل ومن وراء كل القطعات المعنية معناه فرق تعمل ولعل الوفد التحذيري الذي كلفه سيد الوزير الأول بالذهاب إلى البيقعة المقدسة للتكفل بهذه الخدمات وتذليل هذه الصعوبات التي أشرت إليها كانت في موسم سابقة جهود هذا الوفد هذا المشكل من مختلف القطعات عملت على إبرام تعاقدات وعملت على رسم مسار للحاجة الزائري يعني مسار سهل من خلال تعاود المناطق التي كنا نستكن فيها بنسبة المدينة أو مكة من خلال رفع مستوى الخدمات من حيث الإعاشة من حيث مكونات الوجبة وتشكيلها ثم خدمات النقل وخدمات المشاعر المقدسة وفي هذا الجانب لعل التحول الذي شهدته المملكة العربية السهودية كذلك والتي تهدف من ورائه هي كذلك إلى ترقية وتحسين الأداء من خلال تحول إلى فتح المجال وفتح المنافسة لكل الشركات هذا كله من شأنه يعني يذلل هذه الصعوبات فالتنسيق والتعاون بين البعثات وبين وزارة الحاجة السعودية كله من أجل تسهيل أداء مناسك الحاجة لكل الحاجة مشكورة المملكة العربية السعودية على كل هذه ربما تسهيلات التي تقوم بها وحتى لما تكلموا ليس فقط من خلال تسهيلات المملكة العربية السعودية من خلال تحضير لهذا الموسم موسم حجة الفين وثلاثة وعشرين أستاذ أحمد سليماني فقط فيما يقول أنت تكلمت على نقاط مهمة لتهم الحاجة الآن تهم ولاده تهم ربما عيلته قلت المعاش والإقامة والإعاش تقدر نفسروا لهم مثلا الفنادق اللي رح يقيمون فيها الأقل أو خاصة المشكل كان المشكل الكبير في الحاجة وكان في ميناء هل تم تدليل صعوبات على مستوى ميناء فيما يخص الفنادق هل تبعد على أو هل هي قريبة فيما يخص كذلك الوجبات وش رح يكون فيها حتى نعطيوا الصورة ونقربوا لهم بصورة كاريكاتورية للعيلات اللي أتمنى أنه والديهم أو خاوتهم أو ابناهم مرحي للحج إن شاء الله شكرا نعم ونعمل على هذا من خلال يعني التحسيس والتوعية والتواصل الدائم مع حجاجنا الميامين عبر مختلف وسائل التسال والتواصل وعبر كذلك فضاء البوابة وعبر فضاء الصفحات الخاصة بالديوان التي أصبح يعلمها كل المواطن المواطنين الجزائريين في معرفة التفاصيل العملية وما أشرت إليه من محاولة يعني معرفة حجاجنا وأهاليهم لمختلف الخدمات التي ستحقق لهم في البيقعة المقدسة في إطار هذه الزيارة المباركة حقيقة الخدمات تتنوع ثم مستوى الخدمات في منظومتنا مفتوح لمجال يعني إلى أعلى نقطة طريق وكالات سيحة والأصفار فالدولة الجزائرية تضمن حج لكل الكرمة التي تفضل كماركتشير لكل الحجاج الجزائريين ثم فيه بكثير من الحجاج لميسوري الحال يعني يقدروا يزيدوا خدمات ويقدروا فتحنا المجال لهذه الفئة عن طريق وكالات السيحة والأصفار لتقديم مختلف الخدمات التي يرغب فيها الحجاج مقابل عقد يربط بين الحاج والوكالة على الخدمة والسعر الذي يعني فيها كل الحجاج بالنسبة التي وفرتها الدولة وتعمل البعثة الجزائرية على تسهيل تقديمها للحجاج فهي خدمات صاهرة الوفد التحضيري على تحقيقها في ظل يعني سوق متغير في المملكة العربية السعودية في ضوء موسم نقدر نعتبره كذلك استثنائي بعد توقف الحج لمدة سنتين ثم جاء الحج الموسم اللي فات استثنائي كذلك بأعداد قليلة جاءت لكن السنة هذه استثنائي بعودة الأعداد التي كانت عليها من قبل وزيادة كذلك لأن الجزائر كانت حسيتها 36 ألف السنة هذه بزيادة 5300 و41300 هذا يعني الأعداد كلها يعني تفرض كذلك يعني ضغط على البلد اللي يستقبل وعلى البعثات التي تصهر على تنظيم حجاجها وفق التعاقدات والخدمات التي رسمتها وتعاقدت عليها لحجاجها فالخدمات التي صهرة الوفد مكة المكرمة بالنسبة للسكن هي مناطق يحبها الجزائريين ويرغب البقاء فيها وهي مناطق حارسة الدولة الجزائرية على عدم الخروج منها رغم التحديات الكبيرة لأن البقاء في المركزية في مكة يعني في سوق مضغوط من حيث الأسعار كثير من البعثات خرجت من المركزية ويديت حجاجها إلى مناطق أبعد من هذه المنطقة محاولة في الحصول على أسعار ولا محاولة في يعني تقليل الصعوبات التي يعاني منها تعاني منها البعثات في ظل هذا الضغط الذي تشهده مكة في هذه المناطق يعني القاربة من الحرم لكن الجزائر أخذت على عهدها على عاتقها والوفد الذي يعني كلفته والحكومة بهذه التعقدات رأسما في ذهنه أنه المركزية بالنسبة لنا في مكة منطقة لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها لكن مستقبلا لا بد من التفكير لأن فعلا الضغط رأي يزدد في هذه المنطقة من حيث الأسعار ونحاول دائما نجيب تكلفة التي يستطيع المواطن الجزائري أن يعني يحج بها أما كخدمات يمكن رفع فقط الإقامة المركزية تتحدث عن المركزية الآن حجاجنا الميامين رح يكونوا من بين الوفود الأقرب إلى مكة وهذه المنطقة المركزية هي أقرب منطقة تسمى بهذه التسمية لأنها هي المنطقة المحاذية للحرم من الجهة الجنوبية المسفلة من الجهة الشمالية منطقة أجياد يعرفوها الحجاج تانا ومن الجهة الشرقية منطقة الغزة هذه مناطق ثلاثة هي مناطق تجمعات الحجاج تانا وكذلك عملنا على تركيز في مناطق معينة حتى تسهل تقديم الخدمات خدمات الصحية خدمات الإرشاد خدمات أن كل ما يحتاجه الحاج العمل على تركيز وتقديم الخدمة لتجمعات يسهل من خلالها التنسيق بين البعثة والحجاج والصهر على راحتهم وكل ما يسهل لهم أداء هذا المسوك هذا فيما يخص الإيواء فيما يخص بالنسبة هذا القطل السكن في مكة المكرمة بالنسبة للسكن في المدينة المنورة منطقة الشمالية وهي المنطقة التي الحقيقة يرغب كل الحجاج المقابلة للحرم المقابلة للقبلة والمنطقة التي يعني لا خطوات وانترك في الحرم منطقة كذلك عملنا على البقاء فيها والبقاء كذلك الحفاظ على المتعاملين تعنا في هذه المنطقة لهذا السبب بأن نقول بالنسبة للسكن طبعا حجاجنا أنهم رهون في أقرب المناطق التي يمكن أن يكون فيها الحجاج في موسم الحج من نسبة للإعاشاء خلي نقول لك السنة هذه كذلك فيه تطور كبير بالنسبة لنا لأننا ندرس لما ندخل نقيم المواسم نقيم بعض النقايص التي كانت في الخدمات لاحظنا أنه بالنسبة للإعاشاء لابد أولا من رفع سعرها لأن السعر بقدر ما تكون نوعية الوجبة وتشكلتها فالسنة الوجبة قدر مع التطور الاقتصادي الذي ظهر في البلد والأسعار التي ارتفعت قدرنا أن تكلفة الوجبة السنة هذه ارتفعت إلى حد أنه يمكن ضمان نوعية ومكونات الوجبة التي أقر تنسيق الوجبة خاصة الجانب الصحي العطباء وكل المعنيين مختصين في هذا الجانب أن هذه الوجبة كافية جدا ليستطيع الحاج أن يعيش في موسم الحج ويأدي بها النسوك تعاو وهي موجودة من فطور الصباح إلى وجبة عشاء في المصدق في مطاعم الفنادق وحنا على الأساس خضرنا بعض المعايير لاختيار الفنادق وكاين بعض الفنادق لمستوها راقي لكن لا تتوفر على مطاعم فبأي حال كنا نرفض هذه الفنادق فكنا نلجأ إلى الفنادق التي تتوفر فيها فضاءات على الخدمات خدمات صحية خدمات الإطعام خدمات يعني يمكن من خلالها تقديم كل ما يلزم الحاج من إرشاد ومن خدمات إدارية كذلك هذه كلها رعينها ودلناها في دفتر الشروط بالنسبة للفنادق التي يمكن تعاقد عليها وهذا كله متوفر بالنسبة للحجاجين فيما يخص الوجبة هل ما فيه حرج نعرفها مثلا وش رح يكون في الوجبات هل رح تكون سلف سيرفيس أم حيكونوا وجبات تابتة وفرها للوكالة أما كعامل يعني موجه للحجاج المقيمين في بعض الفنادق وخلي نقول لك أنا بعض الفنادق يعني طاقة استيعابية تحى تفوت الألف في الألفين لكن مطعام هات تستجيب لدفتر الشروط ونحن دفتر الشروط ونقول على أنه العدد لا يمكن أن يتجاوز على ثلاث مراحل يعني تروارو طاقص يوم في المطعم وتبدأ من الساعة السادسة مساء إلى غاية العاشرة الحدية عشر ليل فيعني الحجاج يقدروا يتناول الوجبة التحهم براحة ثم بالنسبة تشكيلة المكونات الوجبة تم دراستها مع الجانب يعني المصالح وزارة صحة الأطباء ومع مختصين في وزارة سياحة تشكيلة وجبة يعني متوازنة من حيث يعني كل ما يلزم الحاج ليحافظ على صحته يحافظ على قدراته لأداء الواجب اللي رح له هو أداء هذا النسك لنسأل الله تعالى أن يستلهم هذا الشيء حدامات كذلك النقل مميز يعني يجيك النقل نعم قبل الأستاذ فيما يخص الإقامة كذلك شعرح يقيمون في الورفة يعني في الورفة هو الإقامة برنامج الخطوط يعني وحنا من هذا المنبر كذلك نقبل أنه يظهرنا هذا البرنامج في خلال هذا اليوم على الأقل حتى يمكن نزيد نخرج للحجاج كذلك لتوعيتهم بالمراحل القادمة كذلك للخطوة التي يجب العمل عليها بالنسبة لإقامة الحجاج في البيقاء المقدسة عموما حسب يعني البرنامج الأول الذي يرى عندنا بين 32 و33 يوم الشهر ويومين وثلث أيام تتوزع طبعا على تعاقدات أبرمتها البعثة 6 ليالي واليوم السابع في المدينة يغادروا ثم بقية الأيام هي في مكا تدور حول يعني تقريب حاول 10 إلى 12 يوم و 6 أو 7 أيام وهي في المشاعر المقدسة عرفت مين ومزدلفة ومين ثم هذه الترتيبات كلها تنتهي بتحذيره للعودة أو تحذيره للصفر بين مكة والمدينة لمن دخلوا على المدينة للعودة إلى مكة ولمن دخلوا على مكة للعودة إلى المدينة فإقامة الحج في هذه الفترة لمدة شهر هي الإمكانية القسوة على كل حال ونحن نصهر دائما على محاولة تقليص مدة إقامة الحج لكن هذه الإمكانية المتوفرة في برنامج الطيران ثم هناك بعض الامتيازات موجهة لبعض الرحلات التي يطلق عليها اسم رحلات القسيرة المدة هذه كذلك متوفرة في برنامج الرحلات ستظهر إن شاء الله ويمكن منها الحجاج الراغبين فيها طبعا كخدمة محسنة وكخدمة مميزة نعم أول رحلة إلى البيقاء المقدسة أول رحلة حتى لا نكون في إعلان الأول هو 31 ماي لكن 31 ماي يعني كل حججنا بعد دخول منتصف الليل أول جوان سيقلعه إن شاء الله إلى البيقاء المقدسة يعني 31 ماي و 1 جوان و 1 جوان يعني بعد منتصف الليل ستكون الرحلة الأولى يعني نقول 1 جوان لكن كنقول 1 جوان إقلع يعني حججنا 31 ماي يجب أن يروح 31 ماي المطار ويقلعه 1 جوان إذن إن شاء الله أول رحلة تعودة تعودة هي الحقيقة غير مقدرة 8 مبدئيا لكن مديم البرنامج يعني النهائي ما زال ما جاناش إحنا بعد يعني مباشر انتهاء منسك الحج 8 جوان نعم 7 8 من هذا أنا نتكلم على 7 8 من ذي الحجة نعم نتكلم أنا كيبديتني في 1 جوان رح تكلم نعم هو بعد 10 هذه الحجة اللي هو العيد نعم ثلاث أيام يعني بعد العيد اللي هي أيام تشريق تكون أول يبدأ أول رحلة اللي هي تقريب إحنا في تقديرنا 7 8 بتاريخنا الميلادي نعم أول آخر رحلة رح تكون هنا من الجزائر من الجزائر تقريب 22 جوان 22 جوان قريب إذن تكلمنا على الرحالات تكلمنا على الإقامة الآن الأمر كذلك اللي كان إشكال في بعض مواسم الحج وهو قضية النقل أنتم شفت على حساب كل المصار اللي مشيتوا فيه خلال هذا السنة أهليتهم أهمية كبيرة لهذه القضية هذه حتى تعالجوا على الأقل كما قلت أنت وانا أثمن فيك أنك تقول أنا نجيبه النقائص باش نعالجوهم يعني ما تشتنكر أنه هناك وجود نقائص حتى وهذا الشيء اللي يقدر ينفع بلادنا ويقدر يرفع وشنهما المحسنات اللي يجيتوا بهم على مستوى التنقل ونقل الحجاج الحقيقة نقل الحجاج أصبحنا يعني تقريب من البعثات القليلة إن لم نقول الأوائل في ضامن نقل مميز لحجاج يعني الفئان كما نقول إحنا الحج العادي تعنا لكن نقل مميز هذا اعتمدناه في اشتراط أنه حافلات لا يزيد سنها على السنتين ثلاث سنوات طبعا عاشوا ظروف توقف تاكورونا كثير من المستثمرين يعني ما كانش تجديد لأننا ما كانواش عارفين هذه الصورة لكن السنة هذه بعد موسم استثنائي رجعوا إلى يعني لهذا الجانب هذا تطوير الأسطور تحم وإحنا تقريب طيلة السنوات الأخيرة هذه رأنا مع أقوى شركة بالنسبة لنقل الحجاج والله النقل ما بين المدن في البقاء المقدسة وكذلك يعني بخدمات راقية وبحافلات الحجاج اللي يسبق لهم الحج هما يعبر على هذا النوع وهذه والحق هي خدمة نقدر نعتبرها من الخدمة المحسنة لكن يجيبها الوفد الجزائري ويجيبها البعث الجزائري كخدمة عادية خاصة مع تطور الذي عرفته المملكة باعتماد أسعار النقابة هما النقابة العامة للسياراتية التي تعتمد هذا النظام تعسير فلما اعتمدنا هذا فإحنا كنا يعني في الأول اللي جبنا هذه الخدمة وبالأسعار اللي هي معتمدة في النقابة فحفاظا على هذا المستوى ومحاولة كل سنة تطويره من خلال نوعية الحافلات وسنها أما الجانب يعني الآخر فهو مضمون في النقل المميز وخدمات كذلك بنسبة الحجاج تعنا اللي كانت يعني الأمتعاء واللي طلعوها معهم في الحافلات كلها تصطحب الحافلات الشاحنات تدي لهم الأمتعات الحم وهذا كله من أجل تسهيل هذه السفرية خاصة ما بين المدن لطول المسافة لكن نقول بالجانب هذا يطمن حجاجنا أنه السفرية راح تكون ممتعة عليهم إن شاء الله ميناء مشكل كبير كان في ميناء من أنه ما نقدرش نقول مشكلة إنما هو لازم نكيفه بطبيعته من أنه الزمان والمكان المحدد لكل الحجاج ما ينطبق على هنا ينطبق على الجميع أكيد ثم السلطات السعودية في تسييرها لي ميناء يعني من جانب تأمين الحجاج مسارات الحجاج أما الباقي كخدمات فهي متوفرة من حيث الخيم من حيث خدمات يعني الإعاشة من حيث كل ما يحتاجه الحجاج من خدمات صحية وإرشاد لكن المسألة ربما من يعرفها الجميع هي ضيق المساحة ضيق المساحة التي تقضي كذلك جانب توعي والحسيس بالنسبة للحجاج تعنا باش يعرفوا باللي المسألة هذا الشي هذا عملنا عليه في السنوات الأخيرة وسنعمل عليه مستقبل إلى غاية تطوير مشروع من الذي نسمى عليه الكثير بالنسبة للتوسيع هذه لكن الحلول التي موجودة عند البعثات بالنسبة لمن هذه السنوات الأخيرة وهذا السنة بالذات مع عودة الأعداد هي الجانب التوعوي وتحسيسي خاصة الجانب الشرعي يعني المبيت في من أصبح والجزائر سباقة لهذا التوجه وخلي نقول لك وإحنا هذه السنة في الصالون ومعرض الحج المملكة العربية السعودية اللي حضرت أنا وسيد الوزير بدعوة من السلطة السعودية وتوجيه من الحكومة تعنا عبر الصالون هذا يعني معرض يوري فيه الخدمات والتوجه على المملكة وتطوير الخدمات وعلى الهامش يديروا يعني ملتقيات ويبحتوا فيه خلي نقول لك أنه لما كنت حاضر اليوم معهم ونسمع المحاضرات اللي كانت تلقى ما كنا احنا سباقين له وحتى دعوة وزير العلامات تعنا ورجال الفتوى اللي رفقوا الحجاج تعنا كانوا يدعوا الحجاج القادرين واللي صحح أنه يمكنهم الخروج من مين والما بيت في الفنادق بعد منتصف الليل والرجم فهذا ييسر الأمر بالنسبة لكبار السن واللي ما يقدرش باش يقعدوا في المخيمات واللي يقدروا يعني يخرجوا المكة والعزيزية ولو في أي مكان اللي قدرهما ولاحظين فيه هذا الإجراء هو الحل اللي راهض المثالي بالنسبة لنا خاصة مع التعميم هذه الفتوى لكل البعثات أصبحت منتصف الليل وكانوا تحس بلا كأن كل الحجاج خارجين لكن بقاء كبار السن بقاء يعني يتعذر عليهم السير فهذه كلها لا بد أن نعمل عليها السنة هذه أما كمين كمساحة كضغط هو قائم إلى غاية توسيع هل أنتم اللي حبوا يروحوا للفندق تنقلوهم للفندق نعم لا وسيل النقل غير متوفر لكن السير على الأقدام يعني متاحة للجميع وهذا ما ينتهيجه كل الحجاج سيكتب لك إن شاء الله لا دوما نعرف تفاصيل نعم وإحنا رانا هنا لكل هذه المعلومات وإحنا حتى نقابل المواطنين ما يشغل يرحل للحج كذلك هذا الدروس التحسسية والتوعوية هي كذلك لمستقبل الحجاج كذلك يعرفها ملاحة نعم إذن أمس أعلنتم تمديد أجال التسجيل في حج 2023 نولا لماذا تم هذا التمديد ثانيا هل هناك تمديد آخر ثالثا عدد الحجاج المسجلين لغاية الساعة إلى غاية الساعة ما عنديش معلومة لكن خلينا نقول لك أنه ربما وإحنا في اجتماع قبل الأمس وكنا نحيي البيانات يعني لو بعد مثلا دقيقة تعطي رقم بعد ربع ساعة يتغير يعني رأي على مستوى ثبانيا أو خمسين وإلى شبابيك بنك الجزائر تستقبل المواطنين خاصة مع الفتح التي تعشب بك أيام الجمعة أو السبت فآخر رقم كان عندي يعني أكثر من 36 ألف يخلي نقول لك اليوم يعني مع هذا التمديد اللي انطلق يعني وقت الإعلان عليه نقول لنا في حدود يعني 38 إلى 39 ألف من الحجاج الذين يعني أدوا هذا المراحل وقاطعوا هذه الأشواط التي هي بنسبة لنا ومن هذا المنبر الذي أتحتليه الفرصة كذلك ندعو إلى الإسراع لباقي الحجاج في إتمام هذه التحضيرات ما كانش تمديد آخر في إتمام التمديد الآخر يعني في ضوء هذا الأجال المتبقية لصفر الحجاج يعني يبقى تقدير للسلطات أنا في نظري هي أجال ربما لا تسمح لنا كذلك إحنا كديوان للصهر على تأمين الخدمة هذه في المسار وربطها في المسار من أجل حصل على التأشيرة وهي المناطر الذي سيسافر من خلاله حجاجنا إلى البقعة المقدسة فأنقول هذا الوقت الذي قدرته يعني السلطات ومنحته للحجاج هو بناء كذلك على طلبات منهم كثيرة نعم لربما ستسمح لهم إن شاء الله وأدعوهم من هذا المنبر إلى ضرورة الإسلام وإتمام هذه الإجراءات ولعل التوجيه الذي كان لكل الإدارات على مستوى وزارة داخلية على مستوى وزارة صحة على مستوى بنك الجزائر بتسخير كل طواقب البشرية تحى لاستقبال الحجاج طيلة أيام أسبوع ما هذا إلا يعني استعداد ومواكبة لهذا الحجاج من أجل مرافقته من أجل إتمام هذه الإجراءات إن شاء الله في أقرب وقت وإحنا هذي كذلك تسهلنا باش نكمل المهمات تعناه وتأمين صفرهم إن شاء الله سيد هذا من ناحية المادية تكلمنا كل الماديات وعلى تحضيرات المادية الآن المعنوية مشيتوا في عملية تكوين الحجاج كنا نشوف المرافقة على مستوى أو على مستوى المواقع أو المستوى الواقع أخذ المستوى الواقع كان هناك حجاج تلقاهم تبحرون نسمعوا بحجاج منشعر في مراد هل هناك الآن مرافقة أكتر ضيق وأكتر قرب من الحاج خاصة كبار السلم يروحوا لتمهم مرافقة الصحية ومرافقة وهذا هو تحدي كبير بالنسبة لنا السنة لأن هذه مخلفات الوباء الحمد لله على هذا الوضع لأننا فيه التعافي هذا الحقيقة مخلفات الوباء خلت أن القرآتين نداروا في 2021 ثم الموسم الاستثنائي اللي كان الموسم الماضي واشتراط السن أقل من 65 سنة وعودت الأدد هذه السنة دون قيود ودون شروط طبعا نعمل على يعني دراسة هذه المكونات تشكيلة الحجاج تعالى السنة هذه ولعل ما أشرت إليه هو كبار السن السنة هذه مع فتح المجل لهم رح يكونوا بأعداد اللي لابد من أخذها بالاعتبار خاصة الألفين اللي أضافهم رئيس الجمهورية نعم هذه المكرمات اللي موجهة أصلا لهم من السيد رئيس الجمهورية وهو مشكور على هذه الاتفاة كذلك لقدمها لهذه الفئة التي تهفو قلوبها من خلال سنوات في عامية القرآة ثم حلفها الحض وكان يعني السيد رئيس الجمهورية التفت إلى هذه الفئة لستبشرت واستبشرة الأهل تحى هذا الموسم قلت أنه ندرس هذه الوضعية والتشكيلات حجاجنا وننسق بين جميع القطاعات ومن هذا الممبر كذلك ووجه الشكر لكل القطاعات المعنية على هذا الروح تعاون والتنسيق الذي بيننا ثم تسخير كل الإمكانيات من أجل التكفول بحجاجنا عن الجانب الصحي فنعمل وكما أشرت أنه الجهود والتحضيرات الجارية في تحديد مواقع المستشفى التي تشرف عليه مصالح الطبية للبعثة الجزائرية الوحدات الفرعية للتكفول بالجانب الصحي على مستوى التجمعات السكنية التي حججنا في مكة والمدينة المنورة ثم هذه المرافقة التي يلقاها الحاج من خلال المرشد الديني من خلال المرافق من خلال الدروس التي تبرمج له يوميا من خلال إدارة البعثة التي مفتوحة 24-24 من خلال فريق القائم على توجيه وإرشاد الحجاج أن كل هذه ستكون مرافقة ميدانية وعن قريب للحاج إن شاء الله لتكفل به سيد حمد سلماني فقط أسألك أسئلة لأنه ضيق الوقت بداية تهي ومتعة معك في الحديث خاصة من حجراني نتقرب شوية على الأقل معنويا نتقرب من الحج تكتبونا رب إن شاء الله إن شاء الله قريب أسئلة إجابتكم باختصار متى ستفتح منصة الإسكان تسأل زميلة كريمة عيد قاسي منصة الإسكان الحقيقة هي يجي لبرنامج طيران نعلن عنه ونعملها تقسيم رحلات الديوان وكلات ونفتح المنصة لحجاج الذي يرغبه في الديوان الحز في رحلات الديوان والذي يرغبه يرغبه التقسير الذي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات ما فيه ولكن نحن كذلك شراكات عن الوكلات نرافقهم في تقديمهم الخدمات وتسهيل مأموريتهم في خدمة الحجاج والحقيقة نحن لا نميز بينا ديوان وكلات بقدر ما نعمل على تحقيق الخدمات التي تكفلت الدولة لحجاجنا ونعمل بالتنسيق والتعاون مع الشركاء من أجل تدليل كل الصعوبات التي توجهون وتوجههم في خدمة حجاجنا الميامين هل أنتم بمراقبة أو على مستوى لأنكم أنتم توفروا الحج لكل الجزائريين ليروحوا مع الوكالات كذلك يعتبرون جزائريين أنتم ديوان المشرف على كل شيء هل هناك وكالات تحتال على الحجاج من خلال تقديم خدمات وهمية تم يلحقوا على أرض الواقع من القوشات الخدمات هذه لا يمكن بأحل من الأحوال لكن نحن سطرنا الانتقال وكالات واختيارها دفتر شروط دفتر شروط يتضمن هذه الاشتراعات ثم نوجه الحجاج أنه من غير الخدمات التي ضمنتها الدولة من خلال تكلفة فيه بعض الحجاج يرغبوا اللي يرغب في خدمة نحن ألزمنا الوكالات بإبرام عقد بين الحاج والوكالة يبرز فيه الخدمة والسعر تاحها فالبعتل الجزائرية شكلت في السنوات الأخيرة سيد وزير الشرطان بقرار منه لجنة متابعة مشكلة من مختلف القطاعات تصهر على متابعة الوكالات في تنفيذ التزامتها ويفقل دفتر شروط في خدمة حجاجها فمجرد ما يتلحق اللجنة إلى فندق من الفندق تحت تصرف الوكالة مع الحجاج تحها يعني يأخذ أي عينة من الحاج من الحجاج للحاج يعطيني العقد تعاك اللي درت مع الوكالة يشوف الخدمة ويشوف كذا تكون عملية تفتيش نعم مراقبة ومتابعة ثم إذا كان تشكوى من الحاج على وكالة في تقسير في خدمة مباشرة ستكون حاضرة وإعداد محضر اللي على أسسه يمكن وإحنا بالنسبة للمحضر الموش الهدف منه ينجي لكي ناخد تصرفات بقدر ما هو إلزام الوكالة في عين المكان من تحقيق الخدمة للحاج وهذا هو الهدف من وجه المتابعة طاح الخير إن شاء الله طاح الخير إحنا في منطقة القابل نقوله آمند لأمن آمند لأمن خلاص ما شاء الله فيها خير إن شاء الله المعدلة كذلك آخر سؤال سيدة حمد سليماني مشي كي كسرت الكاثرين ويقلص آخر سؤال أمس قناة شروق نيوز عرضت حالات من البوليدة وكذلك أعتقد من المثيلة عن حجاج ربما كانوا يبكيوا هنا باكل ما تشوف حاج وشيخ كبير إذا كيبكي والله يعني بدون ما تعرف وش كين تأثر وهذه حالات عشناها ونعيشوها كذلك هل سيتم تسويت وضعية هؤلاء الحجاج الإدارية يعني على الأقل فعلا هذه الحالات سمعنا عليها وخلي نقول لك أنه ربما هذه كذلك من مخلفات كورونا لربما وزارة داخلية نقدر الجهود التي عملت على تأهيل الحجاج المعنيين بالحجاج هذه السنة من مخلفات يعني القائمة الاحتياطية سنة 2019 الأكبر من 65 أكثر من 65 لسنة 2020 اللي مرحوش قرعة 21 هذه كلها أفرزت بعض يعني الحالات وهي قليلة جدا على المستوى الوطني وأشرت إليها حالة في البوليدة وحالة في المسيلة لكن تم تكفل بهذه الحالات وتم دراسة هذه الوضعية نأمن إن شاء الله بآخر وقت إن شاء الله السلطات ستمكن هذه من حقوقها ومن تسهيل أداءها لهذه المهمة إن شاء الله نعم إذن سيد أحمد سليماني أتمنى لك كل التوفيق تعبت وعملت خلال هذه السنة غبت عنا الإعلام ولكن على الأقل هذا شيء مش رحي ربما مش رحي أكثر منه يفرحنا لأنه على الأقل على بنا من اللي والدينا وعيلا تنار مرايحين في أمان وأمن وأحج يكون تكون فيه الكرامة للحجاج الجزائرين كل التوفيق أتمناه لك وكل من يعمل معك أو عامل معك وسيعمل معك خلال موثم أو خلال أداء مناسك الحج هم أمانة في رقبتكم كل واحد رح يبعث ما هو بابها في رقبتكم عارف أنه الأمر تقيل وحمل تقيل ولكن ضرب إن شاء الله تقدروا لها إن شاء الله إن شاء الله احنا حقيقة ركز التلقي في كلام تقيل علينا وهذه الأمانة نشعر بها ونحتسب كذلك أنه كل شيء هنا في خدمة الجزائر وفي خدمة حجاجنا في هذه المهمة ولعل إحنا الناس يقولون هكذا وهذا التعب لأننا فيه هذا الجهد لأننا فيه صهر الليالي لعل العزاء الوحيد للناس يشوفون هكذا أنك رك تقدم في ضيوف الرحمن أنك رك تقدم في شاعر دينية مقدسة رك تقدم في فضاء مثل هذا ونحن نشعر ونستشعر هذه الأمور كلها وكذلك نستشعر الأمانة التي يلقيها الشعب الجزائري في أبنائه وفي والديه وفي هذه المهمة هذه نحن كلنا نعتبرهم تاج فوق رؤوسنا هذا الحجاج ونعمل على مرافقتهم ومساهمة تسهيل أدائهم هذا النسك لكن كذلك من هذا المنبر وعطيت لهذه الفرصة أدعو كل القطاعات لفوضة المندوبين عنها في البعثة الوطنية أن يكون كما قال هذا العنوان اللي هو الجزائر وحجاج الجزائر ونحو كل يعني الألبسة والأقنعة اللي ورانا من أجل الصف واحد وكلمة واحدة من أجل تذليل الصعوب وجهد النفس وزيادة لأن في الحقيقة العدد تالبيعثة بمقارنة بعدد الحجاج ما يقدر تخدم الحج إلا بمضاعف الجهود وتجوز كل يعني القيود تاع العمل ساعات العمل والساعات الاستراحة ولا ما فيه من أجل كل هذا من أجل أنه ذهب حجاجنا وأدأهم نسوكم عودتهم الأمين للأرض الوطن هي أمنيتنا إن شاء الله واللي نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك ويوفق حجاجنا لأداء هذه المناسك ويتقبل منهم عودة آمنة لأرض الوطن إن شاء الله بذنب المغفور وحج المبرور إن شاء الله سيد أحمد سليماني مدير العام لديوان الحج والعمرة كل الشكر لك على قبول دعوتنا وكفاءنا بكل هذه التفاصيل بمجرد عودتك من المملكة العربية سعودية وجدد تمنياتي لك ولكل طاقم الذي معك بالتوفيق إن شاء الله هاربي وفقكم ويعطيكم جهد أكثر من جهدكم حتى توقفوا على الحجات شكرا لك كنت ضيفا عزيز بارك الله فيك وكذلك نلتمس منكم ووجهدكم كذلك في هذا المرافقة لتوعية وتحسيس الحجاجنا في كل هذه الخدمات في كل هذه المجال الذي يمكن من خلاله توجيه حجاجنا كذلك إلى مهمة أساسية وهي السلوك الحضرية للحج وتمثيل الجزائر حسن تمثيل منهج تسهيل مهمة البعثة في خدمته لابد أن يتحلى بهذا السلوك وأن يمثل بلده وإحسن تمثيل والشكر وموصول لكم أخي بلال وإلى كل الفريق الذي يعمل معك وإلى إدارة الشروق على هذه الفرصة ونأمل أن تكون الفرص الأخرى إن شاء الله إن شاء الله ستعدوا في تواصل معكم إن شاء الله شكرا لك سيد أحمد سليماني المدير العام لديوان الحج والعمر كان ضيفا على ضيف المورنينج أعطى الكثير من المعلومات الخاصة بحجة الفين وثلاثة وعشرين على أمل أن ربي سبحانه وتعالى يوفق حجاجنا ويوفق دولتنا في تسهيل مهام حجاجنا ويوفق حجاجنا لأداء مناسك الحاج ويتقبل دعاويهم لنا ولبلادنا باليمن والخير والبركات دم الله عز الجزائر حفظا منها وسط رشعب ألقاكم غدا أو لا ألقاكم بداية الأسبوع القادم إن شاء الله نهاية أسبوع موفق أتمنىها لكم